تبدأ حكومة دولة الإمارات اعتبارا من ثاني من يناير 2023 تطبيق إجازة تفرغي للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في يوليو الماضي ضمن مشاريع الخمسين في مبادرة هي الأولى من نوعها عالميا وتهدف إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجلسه بما ينعاكس إجابا على الاقتصاد الوطني المستقبلية